اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقد اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبرة فجاء اليه صلى الله عليه وسلم يسأله فقال اصبت ارضا بخيبرة لم اصب مثلها فما تأمرني فيها قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بمنفعتها على ان تجعلها في الفقراء والمساكين وذوي القربى وابن السبيل وليس على من وليها ان يأكل منها او يعطي صديقا غير متمول او كما قال صلى الله عليه وسلم والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر اساسا الى ان يتصدق بهذه الارض على ان يحبس الارض نفسها فلا تكون هي موضوع للصدقة وانما تحبس وتثبت فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث وانما ينتفع بغلتها وبعائدها والذين يستفيدونهم المساكين والفقراء وذوي القربى والمسكي وابن السبيل ومن اليهم من المحتاجين فكانت هذه هي الفكرة الاساس ففعل ذلك عمر الخطاب ثم ان الصحابة بعد ذلك فعلوا مثل فياله فتصدق عمر ايضا بارض اخرى تسمى ثمغا وتصدق ابو بكر وحبس ارضا وفعل ذلك علي بن ابي طالب وفعل ذلك من النساء فاطمة وكثير من الصحابة وفي زمن عمر حينما اراد ان ينشر هذا الفعل ويعرف بهذه المؤسسة حبس بعض الممتلكات واشهد عليها الناس فما بقي بيت من بيوت الصحابة الا وقد وقف شيئا من الممتلكه بمعنى ان الوقفة اصبح معروفا واصبح شائعا هذه هي الصيغة التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كفيرة بان تجعل الفعل الخيرية مستداما لان العينة تقى دائما قارة لا تفوت لا تورت لا تباع وانما يتصرف فيها بأوجه التصرف التي تحدث عنها الفقه كثيرا ثم ان الصحابة حينما اصباحوا يقفون على ما يشاءون وقفوا على انواع الخير لكن الزبير بالعوام وقف وقفا خاصا على المردودة من بناته اي جعله خاصا بالمردودة من بناته اي بالمطلقة من بناته ان هي طلقت فانها تعود الى هذه الدار الموقوفة وتقيم بها فان هي استغنت بزوج تزوجت فلا حظ لها كان هذا الوقف وقفا خاصا ان شئنا قلنا انه وقف على المرأة في وضعية صعبة انه لم جعله خاصا بالرجال وانما جعله للمردودة من بناته والمردودة هنا بمعنى المطلقة فنشأت اذا هذه المؤسسة في عهد صحابتي وتوسعت ثم ان الناس فيما بعد توسعوا واخدوا في تمديد هذه الفكرة وفي توسيعها احب ان اذكر ان هذا المال حينما يوقف ويكون له هذه الصبغة فانه يكون مالا له طبيعة خاصة فهو من جهة لم يعد مالا خاصا بصاحبه ولكنه ايضا ليس مالا عاما كما يتوهم بعض الناس وانما هو صيغة ثالثة تبدأ بتحبيس المحبس وتنتهي بان من يوكل اليه نظارة هذا يصبح ناظرا ولكنه يتولى هذا الامر بالرعاية وبالنظارة ولكنه لا يحول ماله ولا يتحول مال الوقف الى مال عمومي كما يعتقد البعض هذه صيغة ثالثة تحدث عنها طبعا الفقهاء والصلوه حينما يتعامل بهذا المال بهذا القصد لابد ان تراعى وصية المحبس وتوجهه واذلك قيل ان شرط المحبس كنص الشارعي فالناس يحبسون من اجل هذه المنفعة او تلك من اجل هذا العمل او ذاك فذلك يجب احترامه والمحبسون حينما يحبسون غالبا يضعون في ذيل ذلك التحبيس كلاما خطيرا يكتبون وثيقة التحبيس ثم يكتبون في ذيلها فمن بدل او غير فالله حسبه فبئهم بهذا معناه يجعلون امره موكولا الى الله عز وجل انه بدل او غير هذه العبارات التي حفظت للوقف عبر تاريخ المسلمين مكانته وخصوصيته ومنعته من ان يلتهم او ان يعبث به العابثون هذا الوقف الذي شاع في المدينة الاسلامية توسع في بعض المراحل ويقال ان المدينة الاسلامية في بعض الجهات كان ثلث عقارها وقفا لان العقارات لان الناس توجهوا الى الوقف وى التحبيس فبلغ هذا الامر في المغرب كان الامر كذلك وكانت احباس المغرب في زمن ابي عينان قد اعد لها بيت كبير بفاس وقد اعدها اعده ابو عينان ووضع مفتاح هذا البيت بيد القاضي فاس ومفتاح اخر بيد خطيب القراويين وكانت هذه الاوقاف كبيرة وكثيرة الى درجة ان الدولة في بعض المرات عبر التاريخ كما يدكو ذلك بعض المورخين كانت تستدين من مال الوقف لكثرته وتحدث غير واحد من مبالغ التي كان يحصل عليها الوقف يومئذ وحينما اتت النيران على دفاتر الوقف وسجلاته بفعل فاعل او بخطأ ورفع الامر الى قاضي فاس وذلك سنة 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 لأن لأن الدفاتر التي كانت مرجع احترقت ولعل الذين احرقوها كانت لهم فائدة في إيقاع الوقف في هذا الارتباك وفي هذا الغموط قلت ان الاشياء التي وقفت اشياء كثيرة وقفت المساجد ووقفت الضياع والرباع والدكاكين والاشياء الكثيرة التي وقفت كانت كثيرة ومتنوعة ولكن من اهم الاوقاف التي بدأت في زمن الصحابة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا الوقف الماء وقد كان بالمدينة كانت بالمدينة بئر تسمى بئر روما وروما هذا كان رجلا صاحب هذا البير روما الغفاري كانت له هذه البير وكان يبيع الناس منها وكان يغال في الثمن فدعاه رسول الله أن يتصدق بها وله الجنة فاعتذر وقال بأنني لا أملك غيرها فتقدم إليه عثمان رضي الله عنه وقال إن تصدقت بها فلي عين في الجنة قال هو كذلك فاشتراها عثمان بخمس وثلاثين ألف وحبسها ووقفها على المسلمين على أن يكون له هو من بين المسلمين دلو ككل الناس أنه يستقي كما يستقي كل الناس وبئر روما هي بئر مباركة لا زالت إلى الآن تعطي ماءها ويتبعد عن المسجد النبوي بنحو ستة كيلومترات هذا أمر جديد وهو وقف الماء ولذلك بدأت أوقاف الماء في العالم الإسلامي توفر مصادر المياه وتحبسها على الساكنة على البيوت على المساجد على كل الجهات التي تحتاج إليها وأوقاف الماء كانت أوقافا كثيرة في العالم الإسلامي وغزيرة من هذا أيضا أن الناس كانوا يقفون سقايات الماء وهي أماكن يستقفها الناس من العطش ويشربون في فاس في كل المدن المغربية كانت هناك سقايات وبعضها موجودة إلى الآن بطراز جميل جدا وكان الناس يمرون ويشربون ويدعون للمحبس ويقال أن بعض هذه السقايات كان مشترطا فيه أو من تمام الوقفه أن يخلط هذا الماء بماء الخروب فكان الذين يشربون هذا كان يشربون ماء لذيذا فيه هذه النكهة على كل فوقف الماء كان وقفا شائعا ومعروفا ووفر للقرى ووفر للمدن ووفر للحواضر مياها كثيرة وحينما جاءت جاء استعمار إلى المغرب كانت أوقاف كانت مياه الرباط كلها مياها وقفية وكانت مياه كثيرة المدنية كذلك مياها محبسة ومياها وقفية في المغرب وقع وقف شيء آخر وهو السمك وقد كان هناك وقف وتحبيث لسمك الشابل الموجود في أبيرقراق وكان هذا الوقف وهو إلى الآن موجود كان وقفا وكان الصيادون الذين يشترون أو يزايدون على هذا ويكترون هذا كانوا يبدأون ذلك في شهر أكتوبر حيث يبدأ صيد سمك الشابل وكان من عادة التي كانت معروفة في المغرب أن السمكتين الأوليين من الشابل تبعتان إلى السلطان إشعارا ببدء هذا العمل وهذا الأمر معروف في تاريخ الوقف في المغرب المهم أن أشياء كثيرة وقفت وحبست من المقتنيات من الممتلكات كل ذلك ابتغاء وجه الله ومن أجل أن يستديم الخير هؤلاء الذين وقفوا هذه أشياء هم في الآخرة ولكن هذه المنافع الآن والأجر هذه الموقفة تصلهم إلى الآن فهي تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى هذه الأوقاف كانت رصدت لمنافع معينة إذا شئنا قلنا إن منها ما كان مرصودا للعمل الديني للمساجد ولكراسي لعلم ولتعليم التلاميذ وما إلى ذلك ومنها ما كان مرصودا للعمل الخيري عموما ومن الأوقاف أوقاف خاصة بالاستشفاء بدعم دول احتياجات الخاصة بإيواء العميان بإيواء العجزة وفي المغرب أشياء كثيرة من هذه المارستانات وما إلى ذلك من الأشياء التي تشرف تاريخ المغرب في العمل الاجتماعي قديما وهناك وقف آخر هو الوقف الدري الأهلي وهذا له مجال آخر ويحتاج إلى حيز آخر للحديث عنه إذن هذه الأشياء أو هذه الحاجات المجتمعية كانت تؤبل عن إنسانية المجتمع المغربي لأن من الوقف الذي رصد وقف لتزويج الفتيات اليتيمات ومن الأوقاف وقف كان خاصا بتوفير مصروف الجيب للتلاميذ الذين ليس لهم آباء وكان يعطى هذا للمعلمين وهم يعطون في نهاية الأسبوع لبعض التلاميذ حتى يؤدوه للتلاميذ تشجيعا لهم كان هناك وقف خاص بتعويض ما يكسر من الأواني التي تكسر بأيدي الصناع الصغار حتى لا يتعرضوا للضرب أو التأديد فكان هناك وقف بمجرد أن يحمل الطفل هذه الكاسورات كان يعوض له ذلك بمعنى أننا كنا نعيش حياة إنسانية بمعنىها الواسع الوقف غطل كل الحاجات العلم المعرفة الثقافة حاجات المجتمعية بمعنى أنه كان مؤسسة شاملة غاملة كانت تحيط بكل حاجات المجتمع في المغربي يمكن أن أخصص الحديث فأقول في المغربي كان هناك وقف متميز كتب أحد الذين تابعوا الوقف هو جوزيف الوشيوني وهو كان مراقبا للوقف في ابتداء 1946 إلى 1956 كتب كتابا مهما كتابا كبيرا تحدث فيه عن الأوقاف وقدمه جاك بيرك وهذا كتاب هو في أصله فرنسي موجود وهو الآن قد ترجم وطبع من جديد وتحدث عن أشياء كثيرة مما قام به الوقف من ذلك أن الوقف كان قد تولى كثير من الأشياء بما في ذلك الصرف الصحي الصرف الصحي وقنوات الصرف الصحي كانت وقفا وكان في فاس وحدها نحو 59 كيلو متر من قنوات الصرف الصحي لأن الماء الذي كان يدخل فاس كان لابد أن يخرج حتى لا تلوث البيئة في مكناس كانت حوالي 50 كيلو متر في مراكش كانت حوالي 50 كيلو متر من قنوات الصرف الصحي في مكناس حوالي 29 كيلو متر من قنوات الصرف الصحي بمعنى أن هذا الوقف لم يكن كما يتصور الناس خاصا بالمساجد لا أريد الآن في هذه الحصة أن أتحدث عن الجانب العلمي أكيد من الآن أن المعرفة عندنا والثقافة كانت دائما مدعومة بالوقف لم يكن هناك راعي للمعرفة أكثر من الوقف الوقف قام بكل الأدوار وحفظه هذا مما يمكن أن أتحدث إن شاء الله عنه في حصة أخرى إذن هذه هذه الأدوار التي قام بها الوقف هي أدوار تنموية تحضيرية للأمة ولذن أقول إن الوقف واهتم بالمدينة ورفع من شأنها فبسبب الوقف استطاع الناس أن يحصلوا على أراضي زراعية والوقف كان يشارط الناس وكان يكري على مدد طويلة وكان هؤلاء يوفرون الغداء الذين يكترون هذه الأملاك يوفرون إلى 20 سنة تقريبا كانوا يوفرون الغداء للساكنة الوقف كذلك كان يساعد على بناء وتعمير المدن أذكر أن الوقف كان يبدل مؤسسة الأوقاف كانت تبدل للناس الأرض ليبنوا منازلهم على أن يكون الأمر بينهم شراكة هذا هو الذي يسمى بالجزاء الجزاء كان هذا نظام الجزاء هو نظام وقفي مغربي إسلامي مغربي فحينما نتحدث في الرباط عن حي الجزاء وحي الجزاء وبنية فاس أساسا بجزاء وفي مدن أخرى كان هذا التصرف هو تمكين الناس من الأرض على أن يبتني هؤلاء الأرض ويكون نوع من الشراكة وبإمكان صاحب هذه الأرض أن يطلب من الوقف معاوضة فيشتريها فكان هذا عملية تنموية غريبة جدا أقدم عليها الناس بسبب أن الوقف كان يعرف هذا التصرف وكان يعرف تصرفات أخرى منها تصرفة للجلسة وما إلى ذلك من الأشياء التي تحدث عن الناس بمعنى أننا أمام مؤسسة ضخمة كان لها الأثر الكبير في تحضير البلاد وفي الرفع من مكانة الإنسان هذه بعض الوجوه وبعض الأشياء التي يمكن الحديث عنها ونحن نتحدث عن الوقف باعتباره مؤسسة تنموية ولا شك أن هذه الفكرة توسعت وأخذت بها شعوب أخرى وثقافات أخرى وليس في الثقافات الآن الأخرى والأعمال المجتمعية الآن مشروع يحظى بالقبول وبالإقبال عليه مثل مؤسسة الوقف وإن كانت لها أسماء أخرى وتجليات أخرى مما يمكن أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالحديث عنه أتوقف عند هذا الحد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة